هذا وتنطلق بالجزائر اليوم القمة العربية الحادية والثلاثون والتي تستمر لمدة يومين وقد عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشوريا مغلقا بالأمس لمناقشة وثيقة إعلان الجزائر قبل رفعها إلى القادة ويتضمن مشروع إعلان الجزائر كفة القضايا والمسائل التي تم طرحها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة فضلا عن التوافقات التي تمت بشأن مجمل القضايا سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك الملفات المطروحة والتي تمت مناقشتها واتخاذ مشاريع قرارات بشأنها